وأخيرا تم إصدار نموذج شات جي بي تي 5 الجديد وأصبح متاح للجميع والذي يحتوي على عدة مميزات وتحديثات جديدة رائعة لم تكن موجودة في السابق وفيفيديو النهاردة هعرفك على أهم التحديثات الجديدة مع أمثلة عملية لكيفية تستخدمها مبدئيا كده جي بي تي 5 هو دلوقتي موديل الأساسي اللي بيعمل كل حاجة زمان كنت لازم تختار ما بين موديلز مختلفة علشان تعمل مهام مختلفة مثلا كنت بتستخدم جي بي تي فور أو علشان السرعة وممكن تستخدم موديل تاني للتفكير أو التحليل العميق أصبح فيه موديل واحد فقط اللي هو جي بي تي 5 بيختار لوحده الموديل المناسب للطلب بتاعك عن طريق نظام توجيه زكي موديل شات جي بي تي 5 بيحتوي على عقلين أساسيين واحد اسمه جي بي تي 5 مين وده متزبط علشان يبقى سريع والتاني اسمه جي بي تي 5 ثينكينج وده بياخد وقت أطول شوية علشان يفكر في المشاكل الصعبة من حيث الأداء جي بي تي 5 أسكى وأسرع وأكثر دقة بكتير من زمان شركة أوبن اي اي بتقول إن الهلوسة أو الأخباط اللي ممكن تحصل في النتائج انخفضت في الموديل الجديد بنسبة تصل إلى 78% أول لما هتفتح شات جي بي تي هتلاقي الشكل مختلف شوية وأحد المميزات الجديدة اللطيفة هي إنك ممكن تغير شخصية شات جي بي تي عن طريق إنك تدوس على علامة البروفايل بتاعك ثم Customize شات جي بي تي هتلاقي عندك هنا اختيار What personality should شات جي بي تي have ايه الشخصية اللي انت عايز شات جي بي تي يبقى بيها لو دوست هنا هتلاقي خمس اختيارات الديفولت ده اللي هو العادي السينك ده اللي هو الساخر الروبوت اللي هو ما بيتكلمش كتير بيجاوب على قد السؤال Listener يعني بيسمع لك أكتر النيرد ده بقى اللي هو الشخص اللي فاهم في كل حاجة ويقدر يجاوبك على أي شيء طبعاً انت تقدر هنا كمان تكتب له ملخص أكتر عن نفسك انت بتشتغل ايه واهتماماتك ايه علشان بعد كده لما يجي يجاوبك يجاوبك على هذا الأساس إضافة أخرى جديدة لفوها وهي ميزة ال Extended Memory يعني قدرة شات جي بي تي إنه هو يفتكر محادثات دارة ما بينك وما بينه من شهور ويرد عليك على هذا الأساس إعدادات الميموري هتلقاها فين لو دوست على علامة البروفايل بتاعك ثم Settings ثم Personalization هتلاقي عندك هنا حاجة اسمها Memory واختيار تاني اسمه Reference Chat History عشان لو انت حابب إنه هو يرد عليك بناء على محادثة قديمة كانت ما بينك وما بينه وبعدين عندك حاجة اسمها Manage Memories لو دوست عليها طبعاً هتلقاها فاضية هنا لأن الحساب بلسه جديد لكن كتجربة كتبت له مثلاً عاوزك كل ما اطلب منك عمل صورة تعملها بStyle Cinema فهو هنا ضفتك العلامة اللي فوق دي Updated Saved Memory وقالك تمام أي صورة هتطلبها أنا هعملها بالStyle Cinema لو رجعت تاني على Settings Personalization وManage Memories هتلاقي الطلب اللي انت طلبته محفوظ هنا وكل ما هتطلب منشات GPT بعد كده صورة هيعملها لك بStyle Cinema طبعاً ده مثال بسيط جداً لكن فيه أمثلة كتير ممكن تطبقها علشان تستفيد من هذه الميزة إضافة تانية زبطوها كاتم دايقان أنا شخصياً وكاتم دايق ناس كتير تانية وهي القدرة على الكتابة بالعربي على التصميمات اللي بتطلبها للصور من شات GPT كمثال أنا هتطلب منه يحطيلي الشخصية دي كصورة مصغرة لليوتيوب وكتبت له عايزك تعملي صورة لليوتيوب مقاس عريض وفيديو اليوتيوب بعنوان كذا لو عنوان الفيديو الحالي يعني عايزك تعملي تصميم مناسب للعنوان مع الكلام بالعربي بتصميم جذاب هل يستحق الانتظار وعلامة استفهام استخدم الشخصية المرفقة بتصميم جذاب وحدوس على البلاس دي وأقول له create image عشان يفهم ان أنا عايز أعمل صورة وممكن من هنا لو دوست على styles أختار style جاهز علشان يعملي بيه الصورة اللي أنا عايزها تعالوا نشوف كده بقى فيه هنا مؤشر لطيف بيقولك هو بيخلص قديم من الصورة ده ما كانش موجود قبل كده في الحقيقة هو طلع لي اختيارات كتير لكن مش من أول مرة وغالباً اختيار من دول هو اللي هتشوفوه في الصورة المصغرة للفيديو ولكن دي أول مرة لي أقدر أن أنا أعمل صورة مصغرة عن طريق شات جي بي تي بدون أي تعديل على الفوتوشوب مثال اللي أنا حاولهولكو ده ده دلوقتي مثال لطيف جداً كان عرضه سام ألتمان في العرض الأولي لنسخة شات جي بي تي وهو ببساطة كتب الأمر اللي انتوا شايفينه على الشاشة ده بيستخدم برنامج اسمه بيت بوت علشان يعمل إقاعات موسيقية أو برنامج مصغر يعمل لك إقاعات موسيقية عن طريق شات جي بي تي دي النتيجة النهائية اسمع كده ممكن أضيف إقاعات زيادة في النص ممكن أضيف تريكات زيادة موسيقى طبعاً نتيجة رائعة جداً وممكن تستخدم نفس هذا الأمر علشان تقوله يعمل لك إقعاط موسيقية مصرية أو عربية أيضا شاتج بيتي 5 أصبح فيه تحسن كبير جدا في مجال كتابة الأكواد وده لأن المودل أصبح أكبر فبالتالي يقدر يطلع توكنز أو نتائج أكبر كمثال لو ادي نالو برومبت زي ده الأوامر كلها حسبها لكم في التعليق المثبت وده علشان يعمل لي جيم صغير لكورة بتعدي من فوق حواجز هنشوف هل بالأمر ده هيقدر أنه هو يعمل لي جيم كامل أقدر أنه سألعب به ولا لا بعد ما بكتب الأمر بضغط هنا بختار More ثم اختيار Canvas وتعالوا نشوف النتيجة طبعا ابتدى أنه هو يكتب الكود بالكامل HTML و JavaScript و CSS ده الكود بعد ما خلص حوالي 350 سطر طبعا حاجة بسيطة يعني هتضغط على Run Code try again طبعا زي ما أنتو شايفين عملي الجيم كامل بالصوت وبالسكور ممكن هنا sound on و sound off وزرار try عشان أحاول تاني طبعا لما كنا بنحاول حاجة زي كده فالنوسخ القديمة قاقة ممكن يطلع لك الجيم ولكن مش هيعمله لك بالصوت مش هيعمله لك كامل بهذا الشكل ده مثال آخر في كتابة الكود قلت له عايزك تعملي برنامج علشان يعلمني العصف على البيانو ومحتاجين user interface جذاب ويكون فيه تفاعل كبير بقدر الإمكان برضو هتأكد أن أنا مختار اختيار Canvas ونشوف النتيجة النهائية هيكون شكلها عامل ازاي وده ناتج النهائي للكود شايفين كمية الكود اللي طلعها كاتب قد ايه حوالي 530 سطر حلغة على Run Code بصوا الجمال بصوا الانترفيس والشكل طلع عامل ازاي وممكن كمان لو ضغطت على الكيبورد نفسها في الجهاز عندي أعرف أن أنا أعزف أيضا مثال تاني هنا طلبت منه يعملي برنامج علشان يتتبع الوجبات الصحية للرجيم خلال اليوم تعالوا نشوف النتيجة هتطلع ايه هنا مثلا عمل الكود في حوالي 430 سطر وبيديك اقتراحات تانية بيقولك مثلا بعد ما عملت البرنامج تحب أن أنا أضيف له مميزات تانية زي أن أنا أعمل تصدير للبيانات في اكسيل تعالوا الأول نشوف البرنامج شكله عمل ازاي هضغط على Run Code اللي عجبني فيه أنه هو دايما يطلع نتائج كاملة من أول مرة يعني بصوا جمال الشكل وكل حاجة منظمة في الانترفيس بتاع البرنامج هنا مديني مثال لسجل الوجبات عايز مثلا أضيف وجبة ممكن أدوس هنا اخترت مثلا دي وجبة غدا ضفت المكونات والسعرات بتاعتها ممكن بعد كده أقول له حفظ الوجبة ضف الوجبة هنا مديني مدخص السعرات الحرارية في اليوم بناء على الثلاث واجبات اللي أنا كاتبهم ورسم بياني للسعرات والنصائح سريعة نتيجة رائعة مع الأخذ في الاعتبار إن كده من أول مرة ما عملتش عليها أي تعديلات لو جينا مثلا نجربه في كتابة المقالات قلت له أريدك أن تكتب ليه مقال كامل ومطول عن كافية عمل الزكاء الاصطناعي منصك وجاهز للنشر ده طبعا شكل المقال في النهاية بالفهرس شغال وكل الأقسام بتاعته مشكلة الوحيدة بس إن الصور مش طالعة مظبوط ودي تقدر إنك تزبطها بإنك تطلب منه إنه هو يزبط لك الصور لكن عمل لي مقال منصق شكله حلو جدا جاهز للنشر في أي وقت أيضا شاتجي بيتي فايف بقى عنده قدرة أعلى على تحليل البيانات فأنا مثلا في هذا الأمر قلت له عايزك تعمل لي تحليل فني كامل في صورة داشبورد عن سعر الزهب محليا وعالميا في مصر خلال سنة سابقة مع تحليل فني لتوقعات السعر لنهاية هذه السنة معزز برسومات بيانية وشرح الأسباب التحليل الاختلاف هنا نحن هنختار الاختيار الجديد بتاع ثينك لونجر علشان أديله فرصة إنه هو يطلع نتائج مفصلة تعال نشوف هيعمل إيه بلطيف كمان هنا سألني بعض أسئلة قال لي الأسعار المحلية عايز تعرضها بالجنيه للجرام وبعض الأسئلة التانية زي أنت عايز الداشبورد دي تكون تفاعلية مثلا في صورة HTML ولا PDF فأنا جاوبته على أسئلة هنا تحت عمل لي كود بتاع الداشبورد وإداني التوقعات زي ما أنا طلبت منه بالزبط لو أنا عايز أبص على الداشبورد هقول له run code طلع لي داشبورد نهائية تفاعلية شكلها محترف جدا وفيها رسم بياني فيها البيانات التاريخية والمصادر والتوقعات والتحليل الفني زي ما أنا طلبت بالزبط وبشكل احترافي من أول مرة كما هو واضح أمامكم هتلاقوا كمان في وصف الفيديو والتعليق المثبت سيبلوكوا رابط لأمثلة من OpenAI نفسهم لبعض الحاجات اللي تقدر تعملها في شات جي بي تي فايف يعني مثلا عندك حاجة زي دي لو دوست عليها وشغلتها ممكن تقوله Loop On وتختار Record وترجع تشغل تاني في التسجيل اللي أنت عملته حابب طبعا أنك تعرف الأمر اللي ولد البرنامج ده هتقوله هنا Show Prompt مفروض أن أنت لو كتبت الأمر ده هيطلع لك برنامج شبيه بهذا البرنامج وطبعا لو رجعت هنا هتلاقي أمثلة عديدة وكلها أحلى من بعض بكده نكون انتهينا من الفيديو النهاردة أتمنى أنتم تكونوا استفدتم الفيديو لو عجبك الفيديو تنساش لايك والشير لأن دعمكم بيساعدني على استمرار في تطوير المحتوى للأفضل واشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله